بدوره يأكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري أن التطعيمات هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه الجائحة مشيرا إلى أن نسبة غير المتطاعمين بلغت 94% من إجمال أعداد الحالات القائمة التي تم تسجيلها في مملكة البحرين منذ رصد أول حالة قائمة في البحرين بلغت نسبة غير المتطاعمين 94% من إجمال الحالات القائمة وذكرناها في أكثر من مؤتمر صحفي لتم تسجيلها في مملكة البحرين منذ رصد أول حالة قائمة في حين بلغت نسبة المتطاعمة منهم 6% يعني من الحالات القائمة الموجودة حاليا 6% فقط من أشخاص خذوا التطعيم والنسبة العظمى هي 94% من أشخاص غير متطاعمين معنا آخر الدولة وفرت لكم اللقاح اللي أحوى أننا نؤمن بأنه هو السبيل يا جماعة تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من المرة اللقاح هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الجائحة نسبة الذين أخذوا التطعيم وأتموا 14 يوم بعد ثاني جرعة وصلنا فقط 73.2 من إجمال السكان يعني عندنا شوط لازم انكملة علشان في شهر 7 إن شاء الله نكون قطينا النسبة المطلوبة للخروج من هذه الأزمة أو هذه الجائحة فلقت نسبة المتطاعمين بكافة أنواع التطعيمات المحتمدة في ملك البحرين اللي خلصوا أسبوعين من الجرعة الثانية ولم يصابوا بالفيروس 98% 98% نسبة كبيرة لعدد الحالات القائمة في حين فقط 2% من المتطاعمين اللي أخذوا جرعتين هم وصيبوا يعني عدد كبير من الحالات القائمة حالين 98% للأشخاص القير متطاعمين كل هذا الكلام يؤكد على أن أهمية الإقبال يعني إخواني وخواتي لأخذ التطعيم هي الحل الوحيد للطلوع من هذه الجائحة اشتركوا في القناة